أول مقياس لقياس مستويات الديمقراطية داخل الأعزاب السياسية وفق مؤشرات كلمية ونوعية في دراسة كانت مهمة جداً في وقتها عن طور الأعزاب التيلية في النظام السياسي الإسرائيلي والدراسة أيضاً كانت مهمة جداً في وقتها وظائف الأحزاب السياسية في نظم التعدلية المقيدة وكانت تجمع بين القضية وبين الحزب اللي فيها دراسة حالة في حزب التجمع في مصر في رسالة إمام حسن رسالة في ظاهرة الانشفقات الحزبية مع تطبيق على الأحزاب المصرية حزم عمر رسالة عن المنافسة الحزبية في مصر صراح سالم وفيه رسالة باللغة الإنجليزية مهمة جداً دراسة مقارنة للانتقال من الحزب الواحد إلى تعدل الأحزاب في تركيا والبرتغال ومصر الحقيقة يعني هذا ليس إلا جزءاً صغيراً من إسهام الدكتور عليه في الهلاد في مجال واحد من مجالات الإسهامات المتعددة لكن هذا الجزء الصغير يعطي فكرة عن حجم هذا الإسهام وعن نوعه في آناً معا لأنه المسألة ليست بالحجم فقط وإذا قيصت بالحجم فهو حجم مهول بكل معنى الكلمة أما الأهم فهو من حيث للنوع في معظم هذه الرسائل إضافات خاطئية إضافة إما إلى العلم أو إلى المعرفة بالموضوع إن لم تكن فيها إضافة علمية نظرية ففيها على الأقل إضافة مهمة جداً إلى الموضوع الذي درس مرحية يعني ما تعلمته من الدكتور عليتي الهلال خلال مسرته وقد عملته معه وفقرت منه ولا ولا أنس له أنه هو من فتح لي الباب للتحق مركز الانترازات السياسية والاستراتيجية في الأمران مثل معظم الجيل الذي تحقى بالمركز في سبعينات القرن الماضي كان هو الذي فتح الباب أمامهم على مدى هذه الفترة الطويلة تعلمت عن قرب بشكل مباشر تعلمت من كتاباته وما زلت أتعلم وهذا وهذه هي حال كثيرون جداً تعلموا منه بشكل مباشر أو غير مباشر وما زالوا يتعلمون لأنه لأنه من نوع المعلمين الذين لا يكففون عن التعليم طول حياتهم شكراً عليكم ليست هناك كلمات يمكن أن تكفي لتوجيه الشكر والانتمان لك على أطاق الدواء الثاني شكراً 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 بكتور 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 يعني رفيد السلاحة لا إنت ملاح تاني بحدي كريش الموضوع مهما نحن نكون عندي يعني أجد يعني فانا احضرت مرسوح مطلط هذا خير أنا هكون غير نمطي في الموضوع هنتقلم فيه أنا وافع على كل الآن زملائي بكتور الدكتور النبي الدكتور ومعظم نحيلوه زمدقان. انا ابن غرنامتي في اني هقدم بعض نواحي شخصية جائزة عليه ويجلال بحث. والمثالي يمكن دوت الاسهام نقلل للنحية الرسمية في الموضوع الشوائع. ويني نتكلم عليه كشخص مش بس كعالم او كباعث. الاني حبيلو بنعانيه تلاتة عرفين سنة. بدأت بمعرفة بنعرفة. ثم زلالة. ثم صدقة حويلة جدا. بحيث اني باعتبق ابن وإنان قام. بنمعت الحرفي من كده. وبدأت بطريقة سربيه. انا وصلت انا ما هاجرتش كندا. وصلت يا دي عمل في كندا بسنة ارسابي. وكان اي ديسن خلص دكتراني انجينير. ما عنديش ثقة في نفسي متوتر بلد ما اعرفهاش ضبوط كبير اقال الناس يقولوا يتعرف عالي دي سوي يقولوا ما اعرفش عالي دي سوي يقولوا احد الدين هلا دي سوي يقولوا ما اعرفش عالي الدين هلا دي سوي مين دو مديح مديح من ناحية العلمية ما من ناحية شخصية كنت مرسوط ان واحد مصري سمعته قويسة حاجة جميلة انما في نفس الوقت على واحد واصل زي ما بيقول نيو كامر دا كان بيمس القغطي كبيرة بعدها انك انت لازم تكتفع من نفس المشكلة فكان في نوع من من العمور نحية لما افكر في عالي الدين يبدش هاوز اشو مجازي الديني بعض المصائف انا لعته كده دي اول سلبية عاملته بعد كده بسنة سبتة وسبعين مع الصديق السيد ياسين في مجتمع السلبية التانية فتبقين موش عنها تنامزتني فيها شقاوت عليك هاوز 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 انا هاوز هاوز ماذا سيباتك؟ بعد هم لمشي؟ مش جال صاحبك؟ ايو صاحب دعهم زي طويل سينسو فيك يعني شعور بالفشل إنما النقطة الرئيسية إنها حصل بيك و بيك رابطة فزي علي بحيث نقول نسبة لها تتكلم 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 أمك العلي أمك العلي وقمتي إكلاد معناها فعلا عمي وخاتي لحد الوقت لحد الوقت وأصبحت في الواقع دول برضو من الحاجة الدميلة عمي عليه النحية العلمية إنما النحية الشخصية والآلاقة الصداقة والرباط القصري يعني أنا شعرت فعلا هو وإله كان يويد في المنطريات وتوصل إنهم ما يعودوا عندنا لأنهم تعاوز الأولاد يعرفوا إنه فيه أسر مصر ولاجحنا في كده لاجحنا في كده فعلا لكن عليه وإله ما يعرفوش إن بعد الليلة بتجوزي أول شكل مستقلة كانت في إنتيجي الحاجة اللي بدأ فيه علي وإله يمكن نحكي أقصية أخيرة فحتفل على المحية العلمية بعد كده بها ابن علي كان في زيارة المنطرياني سنتين فقلت الليل وإنتي بعاني شوفي بها حيث أن عندي مرضى من تجسي العياني لما خلصت مع بها شفتها هيك أنا عديت على المطعم بس مش فتكوش أخذت عشان بأي من العيادة وطيفة على مر أقدلها ها بس إنتي بجانا نحبهاش هيك ده إيه ابن أمك العلي وقنت إكل دي بنت ما بتعبرش على شعورها بسهولة إنما الخوة اللي قلتها بيها شعرت أدي إيه؟ إن أفعلاً ليها عم ولي أخي علت يعني هكلم بقى عن بعض الإيجابيات للغمة الزملاء كتموا عنها مرة ما تعرفت على دعلي و حبيت يعني بيت الشخص لإبتزال في العالم بسنة واحد وتمانين بدياني السيكاتير عام للمنظمة القوية للعلم السياسية هلي إحنا عدينا فروح للمنظمة القوية للعلم السياسية في أماكن مختلفة أفراقية أمريكا الهاتمية وتنقص من المنطقة العربية كنت لو أنت بتكلم الشخص الخطأ ومن أنا في الخارج لازم يكون شخصاً للدخل طرحت عليه إسماعيل وأعتقد أنها هي كانت البداية من المنظمة العربية للعلم السياسية اللي اذهبت في طبوس في سنة ثلاثة وتمانين كان من الطبيعي إن الصداقة كالصداقة في عمل وعلاقة مصرية تطرق إلى عمل أيضا تطور أحمد ذكر كتاب السياسات الخارجية العربية شامل في كتير هؤوذي كان عليه سيب أسويت ويجي في في مونتريال وأنا أبعد أسوتي عن أهلاف من الترب ونشتغل وأنا خاكل مرة في نعيد أتكلم مع الزوجة العزيزة وأنا لها إحنا بنشتغل كأننا بنحوطة المجموعة السنوية العربية أعتقد أن عليه مستمر التكوين نفسه لحد البطر عندي عندي كتاب 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 من إنتاج محلي وسط زملاء حلي سيدي كتاب الزوجة العربية العلم الدولي بالمنطقة العربية وبطريقة علمية وحين كما منحكي أعتقد أن نجاحنا أعوز أن يكون مساق بسيط جدا أن كتاب طالع أخيرا أسمى تحديد بيام عبد الموزة الدركة بسالة الفين وثمتاشر حطي كتاب السياسات الخارجية العربية ككتاب راهد فيه التواصل مع النظرات الأمريكية إنما تعديها وتقديم المنظور المختلف مقالاته حتى في الأهرام كانت المقالة الأخيرة عن دور اليهود في صوت التصار في التفصيل في عملية التفصيل نمرة اتنين القدر على التعمل الناس رغم الاختلاف في الرأي ما تنطقاش لا على مستوى العلمي ولا على مستوى الشخصي لما كان في الوزارة وكان فيه اختلاف الأرأي السياسية بينهم وبعض لم تتأثر علاقتنا بالمرء قبل يبدو إن فيه أغنية حاليا بتتكلم إزاي تفاقك اجتماعي وإن الناس بتدرفوا معهم يبدو إن أغنية يبدو إن أغنية يبدو إن أغنية يبدو إن أغنية تتكلم إزاي تفاقك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر 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 قنقر